زفير اليوغا رياضة الاسترخاء والتأمل طريق معبد للسكينة لها جذور قديمة في التاريخ الهندي تعتمد على مجموعة من الحركات والتمارين وطرق التنفس وضعيات في الجلوس والحركة تهدف للوصول إلى أقصى مراحل التأمل والتناغم بين أجزاء الجسد الواحد ولأهميتها التاريخية وباعتبارها رياضة ذات ثقل في الهند أقامت السفارة الهندية في بغداد وتمهيداً لليوم العالمي لليوغا نشاطاً لمجموعة من الرياضيين العراقيين اليوم نسعى إلى بداية التحضيرات لليوم العالمي السابع لليوغا سوف يكون الاحتفال هذا العام مختلفاً حول العالم نتيجة امتشار فيروس كورونا وعملية الإغلاق العالمية لذلك ندعو الجميع إلى المشاركة من المنازل كما أدعو الأصدقاء العراقيين إلى ممارسة هذه الرياضة المهمة التي تمنح صفاء الذهن والنفس حتى نمارس اليوغا لازم أول شي نسوي إحماء الإحماء الخاص باليوغا بعدها ندخل بما يسموه وضعيات الجلوس أو الوقوف أو الظهر أو البطن يسموهم الوضعيات بعدها نأخذ تمارين التنفس بعدها نأخذ تمارين أو ما يسمى بالتأمل وبعدها نسوي استرخاء فتبدي اليوغا تمر بأربع مراحل كلمة يوغا تدل على معاني عدة منها الانضمام من الوحدة والفردية إلى العالم الأوسع من خلال العقل والروح التي تحلق نحو عوالم أخرى ورغم عالميتها ومساحة انتشارها تبقى الرياضة محدودة الانتشار في العراق خصوصا من قبل الاتحادات الرياضية المختلفة رغم حاجة الرياضيين الماسة إلى ممارسة التأمل اليوغا بالعراق من أهم العوامل الرياضية يعني ما عرف الاتحادات الرياضية ليش ما يستخدمون هاي اليوغا بالنسبة اللي شايفت الفريق الهندي هم أبطال عالم بالرماية يعني يجي خمس لاعبين يأخذ خمس مداليات استطلعت على هذا الأمر شوف شون السبب تطلعت تكون يوميا يدربون يوغا لمدة ساعتين طبقت هذا التمرين في الفريق مانتي ما المنتخب مان رماية والحمد لله وشكر عندي لاعبة وعندي لاعبة ترشح الأولمبياد طوكيو بعد الشهر السبعة عقود احنا نمثل العراق باليوغا اليوغا يحتاجها الفنون القتالية لاعب كرة القدم الحكم يعني حكام كرة القدم كل الألعاب الرياضي حتى الإنسان الاحتياد لأن اليوغا هي السلام والأمان نشاطات مختلفة تهدف إلى انتشار أوسال الاسترخاء وتشجيع الرياضات المختلفة فالإنسان دائما بحاجة إلى ما يخفف عنه ضغط الحياة والعمل ولعل اليوغا هي الطريق الأمثل وسط مطالبة الرياضيين أن تمتد هذه الرياضة إلى المدارس والجامعات وإشراك الشباب فيها